سيناريو الاغتيال ليش احنا بنقول سيناريو الاغتيال هو المرجح اولا لسبب بسيط انه يعني اذريبيجان اللي راح زارها الرئيس رئيسي يعني هذه تعتبر قاعدة للموساد الاسرائيلي والايرانيين كان يقولوا انه هذه قاعدة فعلا للموساد وانه يعني هي كانت اللي جاءوا واغتالوا فخري زادة اللي هو القيادي الايراني اغتالوا في داخل ايران جاءوا من اذريبيجان فاذريبيجان هي كانت المنصة لاضعاف ايران واستنزافها والتآمر عليها فكانت يعني هاي مسألة يعني زيارته لايران زيارته ازف لاذريبيجان ومغادرته لا نعرف بالضبط يعني حتى يمكن الموساد يكونوا اخترقوا الاجراءات الامنية للرئيس رئيسي بدون حتى علم اللي هو الرئيس علييف والحكومة الاذريبيجانية لكن هذا احتمال لكن انا اعتقد انه يعني اذريبيجان تتب فاخر دائما بعلاقاتها القوية مع دولة الاحتلال فاحتمال يكون انه استخدموا صاروخ لكن هذا الاحتمال صاروخ او مسيرة لانه حتبين الحطاب الصاروخ وحينعرف من وين فكمان انه الاحتمال الاكبر هو التشويش يعني احنا دنيا تطورت وهذه طيارة قديمة المروحية وطيارة تجارية مش عسكرية طيب وما فيش فيها الاجهزة المتطورة اللي ترصد الطقس وترصد غيرها فاعتقد انه احتمال التشويش ايضا وارد انه يكون من خلال الشبح الطائرات الامريكية وهاي مجهزة باجهزة تشويش على الطائرات فربما انه شوشوا على الطائرة وعلى اللي هو مسيرتها واجهزتها وخلوها تصطدم بالجبل ويستشهد كل اللي فيها كمان احتمال اخر هو التخريب المكانيكي احنا ما بنعرف ما هو ادريبجان هاي قاعدة للموساد يعني حقيقة يكونوا الموساد اخترحوا وصلوا للمطار لعبوا في المحرك لعبوا في الاجهزة كمان هذا الاحتمال وارد ايضا وارد بشكل كبير جدا فلكن زي ما حكينا انه في النهاية في النهاية يعني ايران ستتجاوز هذه المحنة ستتجاوزها يعني طبعا كان عندهم اللي هو الشهيد قاسم سليماني يعني كان خسارة كبيرة لاران خسارة كبيرة جدا رغم انه الرجل كان عبقري بكل معنى الكلمة وكان يعني هو يعني يصنف بانه الرجل الثاني بعد السيد علي خامنئي لكن هاي الأمور تسير وفي ايران ستسير الأمور وسيتم انتخاب رئيس وهذا الرئيس بالشرط انه يكون سيد مثلا من آل البيت مثل الرئيس رئيسي يعني هاي مثلا اللي قبله روحاني ما كان يعني من آل البيت وكمان يعني آخرين كبان ما كانوا من آل البيت فأنا أعتقد الأمور يعني المركب ستسير وإيران يعني ستتجاوز كل هذه المحن وحتكون هناك انتخابات وسيتم انتخاب جديد بكل ما تعني هذه الكلمة وانتخاب رئيس جديد وسيتم ملء هذا الفراغ في الوقت المناسب